اترام الكبير فضيلة ومكرمة ومادة تربوية إسلامية أصيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه قال الإمام الغزالي وهذه بشارة بدوام الحياة لمن يحترم الكبير فليتنبه لها بشارة لهذا الذي يكرم الكبير بأنه سيطول عمره وبأنه سيأتيه من يكرمه عند سنه فإذا كان هذا الكبير والداً أو رحماً فقد جعله الإسلام أوثق أبواب الجنة لرحمه وولده ما احترمه ورعاه وبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه متوقع منك أن تحترم الكبير عموماً فإذا كان الكبير أباك فهو أوثق أبواب الجنة لك وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم إذا أردت أن تجل الله فاحترم الكبير ذي الشيبة إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد قال العلماء جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين المسن وحامل القرآن والسلطان العادل وقدم المسن كأنه يقول لك وقر المسن كما توقر السلطان والرئيس والحاكم وعظم المسن كما تعظم حامل القرآن الحاذق بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نفى عن قوم لا يوقرون الكبار ولا يجلونهم نفى عنهم كمال الإسلام فعن عبد الله بن عمرين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فجعل من الذين لا يوقرون الكبار عناصر شاذة في المجتمع ليس منا إذ ليس من المسلمين من لا يحترم كبيرهم وكان هو صلى الله عليه وسلم نفسه يحترم الكبير ويوقره ويقول أمرني جبريل أن أقدم الأكابر قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل المسجد جاء أبو بكر بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم وحسبنا أن كبارنا أفضلنا ما حسنت أعمالهم فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال إن رجلاً قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله أَوْفَضلنا